تغيرات عدة طرأت على العملية السياسية منذ بدء تظاهرات ثورة تشرين وكلها كانت بعيدة عن أهداف المتظاهرين وتطلعاتهم فلم تخفف هذه الإجراءات الترقيعية وهذه الحيل الحزبية من زخم التظاهرات تصاعدت حدة العصيان المدني وعلى هتاف المتظاهرين قابل ذلك تشديد القبضة الأمنية وازدياد عمليات القتل والخطف للمتظاهرين والناشطين فلم تبقى محافظة إلا وقدمت مئات شهداء والجرحة ومن كانوا يدعون انضمامهم للخط الثوري بالأمس انقلبوا عليه وصاروا يستهدفون بشكل علني كل من تمسك بالثورة ومبادئها القبعات الزرقاء التابعة لميليشيا السرايا التي تتحرك تبعا لمزاج مقتدى الصدر وأهدافه أصبحت الآن رأس الحربة في عمليات قمع الثورة في مشهد يحدد الفرق بين من تظاهر من أجل الوطن ومن تحرك وفقا لأهدافه ومصالحه الشخصية هذه التبدلات كانت بمثابة تصفية لساحات التظاهر من المشبوهين والمواربين فبعد تكليف محمد علاوي أصبحت التظاهرات أكثر وضوحا ومن بقي فيها هم الذين يقعوا على عاتقهم أمل التغيير المنشود وهم ليسوا أقلية فلقد انضمت إليهم شرائح جديدة وبنيت خيام اعتصامات إضافية في دليل على استمرار الثورة رغم العراقيل والمصاعب شهر تشرين الأول عام 2019 يعد أهم مرحلة في تاريخ عراق ما بعد الغزو الأمريكي إذ أن هذه التظاهرات استمرت بلا انقطاع وحملت وعيا سياسيا لحقيقة التغيير الذي ينشده العراقيون كما أن وصولها لمرحلة التنسيق العالي وضمها مختلف فئات الشعب يؤكد أن الأمور خرجت عن سلطة العملية السياسية وداعميها في إيران وبات قرار البلد المستقبلي بيد أهل ثورة تشرين ومناصريها ترجمة نانسي قنقر